السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عندي في القناة نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير اليوم جبت لكم واحد صابلي بلكوك محمر اللي كيجي اكثر منه رائع الشكل دياله كيجي راقي والمادق دياله كيجي اروع غير بمتين وخبتين جرام ديال الزبدة بلا زيت وبلا بيد خرج لي اكثر من تمانين حباء ديال الحلوة نخليكم باش تعرفوا على المكونات ديال الصابلي ديالنا بلنسما للمكونات اللي غادي نحتاج في الجرام ديال هنا عنديل ميتين وخمسين غرام ديال الزبدة طارية اما الدس تعملو بحل هدي العلب او الدس تعملوا الدس والزبدة اللي كتكون الدالي العبار الخاصة بالأكل مهم تكون نوع ممتاز هنا عندي وحد رسم علقة اللي غادي نحتاج ديال الخاميرة الكيميائوية وعندي ديال سكر حبيبات وهنا عندي كاس ديال الكوك اللي خديته وحيارته وحمرته مزيان في المقلة وطحنته جو كذية نحتاج القبيصة الملحة وعندي جوج معلق الخل ونحتاج دقيق حسب الخالط نضيف هذا الطريقة بالنسبة للطريقة نأخذ واحد الإناء نوضع فيها الزبدة نضيف عليها السكر حبيبات ونضيف الرشة الملح قمت بسكار حبيبات ثم نتجم سبحانسة أسجم هذه الملحة جميع الملحة إضافة الاقلاء هنا من بعد ما خلطت مزيان مزيان على هاد الشكل هادا كيفما كتشوفو الخليط ديالي كله نساجم مع بعدياته ده بغادي نضيف هادو كزوج معالق ديال الخل بالنسبة للخل هنا راه مسألة اللي ضرورية ومهمة في هاد الوصفة هده لانه إلا ما درتوش الخل غادي يخرج لكم هاد هاد السابلي قاسح انك فيما كتشوفو ما فيش الزيت وما فيش البيض فمن الاحسن نديرو الخل وغادي نخلط مزيان هاداك اللي خلي ضفت وده بغادي نضيف هاداك الكاس ديال الكوك اللي عندي محمر وغادي نحرك مزيان هاداك الكوك اللي ضفت مع المكونات اللي كانت عندي قبل نخلط مزيان حتى ينساجم لي هاداك الكوك هنا من بعد ما تخلط لي الخالطة ديالي مزيان على هاد الشكل هادا دبا غادي ناخد دقيق وغادي نقا نضيف شوية بشوية وغادي نضيف هنا واحد شوية ومن بعد نضيف عليه ذاك راس معيلقة اللي ذكرت ديال الخمارات كنضيفه غير راس معيلقة مشي بزاف وغادي نخلط دقيق مع ذاك المكونات اللي كانت عندي من قبل نخلطو مزيان هاداك الدقيق نحاولو اننا نخلطو غير بالاطرف ديال اصابع ديالنا ما نعجنوش الصابلي لانا كيف ما كتعارفو الصابلي ما كيبغيش التعجل خصو يتخلط غير بالاطرف ديال الاصابع نخلطو غير على هاد الشكل هادا كيف ما راكو تشوفو على الفيديو غادي نبقى نضيف الدقيق هنا شوية بشوية وانا كنخلط غير بالاصابع ديالي كيف ما ذكرت معاكم هنا كنضيفو غير شوية بشوية باش ما نزربوش في الدقيق ونضيفو كيمية كبيرة وما تنجحناش هادا ما ينجحناش هادا هادا ما ينجحناش هادا السابلي ديالنا انما مخصناش ننزربو فى الدقيق ونديرولو دقيق بزاف تقريب ان هادا العجينة انا بالنسبة للدقيق اللي عندي مما كيشربش نوعية ممتازة خدتلي هنا وحدة 350 قرام حتى ال 400 قرام ديال الدقيق ماشي بزاف المهمتو مع الحسب النوعية ديال الدقيق اللي غادي تستعملو انا هنا كنضيف شوية بشوية وكنشوف عيني ميزاني ملي كنحس بان العجينة ديالي بدت كتتجمع صافي كنعرف بان العجينة ديالي ما بقاش خص هاد الدقيق هنا غادي نحاول انني نجمع غير هاد الدقيق اللي عندي ما غاديش نضيف لهاد الدقيق هنا كيفما كتشوفو من بعد ما جمعات العجينة ديالي كتكون هكذا لها تشكل كتكون شوية طرية ماشي قسحة بزاف ده بغادي ندوزو باش نشكلوها ردي ناخد واحد جوج ديال الورق ديال الطبخ ندير واحد التحت وواحد الفوق نبسط فوق واحد شوية ديال العجينة هنا نحاولو انا نبسطوها شوية بليد عادو نديرو الدلك لان معا فيها الكوكرا كتبقى كتشقق واحد شوية كيفما كتشوفو انا درت الورق ديال الفورن فوق العجينة وكان نبسطوها كده بالدلك كنحاولو انا نرقوه شوية لان هاد النوع ديال الصابلي كيبغي انه يجي يرقيق بحل بيسكوي كيفما كتشوفو انا هنا صافيرا انا رقيقتو مزيان تقريبا واحد زوج ميليمتر السمك ديال العجين ديالي انا هنا خديت هاد المراشم هادو انتم تقدرو تستعملو اي نوع ديال المراشم انا استعملت هاد الانواع هادو اللي عدراهم خارجين في الاسواق اه شكل ديالهم كيجيزوين بزاف كن ندير المرشم شوية نحطو فوحد شوية ديال الدقيق الابيض ومن بعد كن طبع به على هاد الشكل هادا كنديرو دقيق في كنديرو المرشم فى الدقيق هذي مسألة اللي ضرورية ومهمة باش ميلسقناش لالعجين ديالنا فى المرشم وكنديرو فوحد السنة اللي كيكون مدهون بشوية ديال الزيت تبا غادي ندير معاكم هاد الشكل اللي كيكون شكل دائري بنسبالي انا استعملت هاد الاشكال هادو بثلاثة انتم ما تقدرو تستعملو غير شكل واحد اه لكن انا فضلت انا اني استعملو نستعملو هم بثلاثة باش يكون عندي هكدا اه واحد اه بلاطو مشكل ديال حلوة كيف ما كدشوفو كانت طبعو فى الاول ومن بعد كانت ضغطو على ذاك الرشمة اللي عندي من فوق باش هكدا تخرج لي الرشمة فى العجين تخرج مقدة باش يخرجوا هادو كسنينات كاملين يخرجوا فى العجين غادي نستمر بهاد الشكل هادا كيف ما كدشوفو حتى نكمل قاع الكيميه ديال العجين اللي عندي ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نشوفو طريقة ديال الطياب هنا كيف ما كدشوفو من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كلها ديال العجين اعطتني هاد الكميه كلها بالنسبال طريقة ديال الطياب كان نديرو الفران يسخن على درجة حرار 180 واللي عنده الفران ديال القاس كي خليه شوية مهيل وكنطيبوهم من فوق شوية على ما يدهب ونرجعوه لتحت حتى يدهب شوية ومن بعد كنخرجوه وغادي نتلقوا باش نزينو معاكم هنا من بعد ما طيبت السابلي ديالي على هاد شكل هادا كيف ما كتشوفو غير دهبته دبا غادي ناخد الناباج وغادي ناخد واحد البانسو وهو سخون مباشرة من بعد ما كنخرجوه من الفران كان ندهنو الوجه ديال الحلوة ديالنا بالناباج ندهنوها مزيان بالناباج وهي سخونة ما نخلي وش الحلوة حتى كتبرد باش هكدا يتشمع ذاك الناباج فوق الحلوة ديالنا وكيعطينا واحد لمعة اللي كتجيزوينا في الحلوة ديالنا غادي ندهن الحبات ديال السابلي كاملين اللي عندي ومن بعد غادي نرجع معاكم هنا من بعد ما كملت الحبات ديال السابلي ديالي كلهم دهنتهم بالناباج دابعنا خديت هاد الفواكه اللي كتكون معسلة على هاد الشكل هادا في الالوان في الحمر والخضر والصفر وخديت هنا يا الناباج وهنا عندي رقائق اللوز اللي اخديتهم وصهدتهم بشوية ديال فران واحد شوية ودبا غادي نخلط هادوك الفواكه اللي عندي معسلة معا رقائق اللوز وغادي نجمحهم بوحد شوية ديالناباج غادي نزيد هادوك الفواكه المعسلة على رقائق اللوز ومن بعد غادي نضيف لهم نباج غادي نضيف واحد شوية ديالناباج غير على ما يتجمع لي هاداك الخاليط ويعطيني واحد الخاليط اللي كيكون متماسك يعني كتجانس هادوك العناصر كلها معا بعدها يمكن لكم تستعملوا الناباج كيفما يمكن لكم تديروا القليكوز او لا تقدرو تديروا حتى العسل إلا ما كشوفوا فر عندكم الناباج او القليكوز تقدرو تديروا العسل غادي نخلط مزيان هاد العناصر كلها معا بعد ومن بعد غادي نرجعو باش نزينو بها السابلي ديالنا هيا بالنسبة لطريقة ديال تزين كناخدوا واحد شوية ديال هادوك الفواكه اللي عندي معا لرقائق اللوز وكان ديرهم في هادوك الحفيرات اللي كيكونوا في الوسط ديال السابلي هلا هاد الشكل هادا كيفما كاتشوفوا الشكل ديال هم كيجيزوين بزاف غادي نعاود معاكم واحدة اخرى ناخدوا واحد شوية غير واحد شوية غير فراصل معي القاة ما نكتروش بزاف باش ما ندرقوش الشكل ديال الحبة ديال السابلي ديالنا غادي ندير في الوسط دياله واحد شوية ديال الفواكه المعسلة معا لرقائق اللوز غادي نزين الشكل الثالث اللي كيكون على شكل مستطيل بنفس الطريقة حتى هو غادي ندير في الوسط دياله غادي نستمر بهذا الشكل هادا حتى نكمل ديال كيمية اللي عندي ديال السابلي بالنسبة لهذا الشكل هادا اللي كيجي مستطيل انا غادي ننزينه بواحد شوية ديال الشوكولاتة غادي ندير فوقه غير واحد الخطوط ديال الشوكولاتة ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا السابلي ديالي ديال كوك محمر كيف ما كتشوفوها هو واجد بصراحة كيجي زوين بزاف بزاف صدقوني إيلا جربته غادي نال إعجاب ديالكم نتمنى أنكم تجربوه وتنجحو فيه نتمنى على فيديو ديال اليوم نال إعجاب ديالكم وما تنسوش كيف العادة يلعجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لي يا جام واللي أول مرة كتشوفوا في القناة ديالي ما تنساش تأبوني معايا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بن عندي إن شاء الله نخليكم في أمان الله وحفظي إلى فيديو خادم إن شاء الله